سؤال شبابي ما حكم نكاح المرة التي ليست جميلة وليست جزابة وما حكم يعتقد أن ذلك أفضل ألا يمكن أن يكون سببا في التقصيد في الحقوق الزوجية سبب في المنازعات بين الزوجين سبب في عدم حصول العفة عن الحرام ألا يؤدي ذلك إلى الطلاق سيتبدأ بألا ألا 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 الجواب عن هذه الألاءات نقول يا رعاك الله لقد شرعت رؤية المخطوبة ليتحقق الخاطب من مدى ملاءمة المخطوبة له فإن ناسبته دينا وخلقا وحسنا وجمالا أقدم وإن شعر بنفرة منها لسبب من الأسباب سواء أكان ذلك لقلة جمالها أو لغيره أحجم وتجاوزها إلى غيرها وفي الناس أبدال وفي الترك راحة والناس في هذا ليسوا سواء إن من الناس من يقدم ذات الدين والخلق ويتجاوز عن قضية الجمال وتطيق ذلك نفسه ويرى أن جمال الروح أولى بالاعتبار وقد روي أن الإمام أحمد وهو بصدد الزواج عود عليه إمرأة حسنة جميلة وأخرى كانت يعني عوراء وفيها من العيوب ما فيها فسأل أيهما أعقل قالوا هذه الأحوراء فقال هي إن شاء الله ثم قال حقيقة المرأة في كل مرأة وليس عقل المرأة في كل مرأة حقيقة المرأة في كل مرأة وليس عقل المرأة في كل مرأة يعني على كل حال إن صحت هذه الرواية ومن الناس من يعنى بالجمال الحس ويراه ضرورة لاستدامة الحياة بيسر ولا تثريب عليه في ذلك ليتزوج الرجل لمته من النساء من تشاكله من تناسبه من لم تشاكله فاحذر أن تجالسه ما ضر إلا صحبة الفتلي ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتلي الشاعبتين لهم كده جمال يقول الشمع يبكي الشمع يبكي وما أدري ألوعته من حرقة النار أم من فرقة العسل من لم تشاكله فاحذر أن تخالطه ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتلي لما صحب الشمع الفتين احترق ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتلي فليتزوج الرجل مته من النساء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ترجمة نانسي قنقر